فهذه الآية تعتبر الأخبار الصارة تعتبر الأخبار المفرحة هذه الآية تكشف لنا عن أبوة الآب برحب فيكم باسم الرب يسوع وحديثنا عن آية في غاية الأهمية هي من إنجيل يحنى إصحاح الثالث والآية 16 وخلينا أقول أحبائي قبل القراءة إنه ما يميز المسيحية عن سائر الأديان هي المحبة مش أي محبة أحبة إحنا نتكلم عن المحبة الإلهية المحبة كإعلان إلهي محبة الله متضفقة للجنس البشري الخاطئ في عالم مليء بالحروب ولسيما في هذه الأيام والنزاعات الكثيرة والأحقاد والكرهية يأتي المسيح ويقدم أعظم جواب للبشرية الخلاص من الخطية الخلاص من الدينونة ومن خلال محبته الإلهية يقدم لنا الحياة الأبدية الدائمة وإلى الأبد وخليني أقرأ بعض الآيات تركيزنا على آية 16 من بشارة يحنى في الإنجيل المقدس وخليني أبتدي من آية 16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل يخلص به العالم الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة هذه الآيات أحبائي تعتبر قلب بشارة يحنى في الإنجيل المقدس بل هذه الآيات تعتبر قلب الإنجيل هذه الآيات تعتبر قلب الكتاب المقدس هذه الآيات مجرد آية واحدة هي تتحدث عن خطة الله الكاملة وغرض الله الكامل لخلاص الإنسان الشرير الفاسد من الخطيئة فهذه الآية تعتبر الأخبار الصارة تعتبر الأخبار المفرحة هذه الآية تكشف لنا عن أبوة الآب وتكشف لنا عن تميز الإبن الفريد الواحد الوحيد واحد من نوع وهذه الآية تكشف لنا عما في قلب الله من محبة تجاه الإنسان ألم يقل الكتاب للذات مع بني آدم وإن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله الله خلقنا لكي نتشبه به في الصورة الأبدالدبية والصورة الروحية لكي نكون فعلا متشبهين كالله إن هذه الآية هي عزاء ورجاء لأعظم خاطئ إن هذه الآية تعتبر سر الذي يكمن في قلب الله من الأزل إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر